آثار المضايقة على الإنترنت قد تكون كارثية على الضحية إذ أشارت أبحاث أن الأشخاص الذين يتعرضون للمضايقة على الإنترنت يشعرون بمستويات أعلى من الإجهاد عند الصدمة مقارنة بأولئك الذين تتم مضايقتهم وجهاً لوجه وهذا يعود إلى أنهم عاجزين عن وضع حد لها وإلى عدم وجود مفر منها تختلف آثار المضايقة على الإنترنت بين شخص وآخر وهي تشمل ارتفاع منسوب الاترابات العاطفية مثل الغضب والإحباط والعزلة والتقوقع والانغماس في العادات المؤذية وقد تصاب الضحية نتيجة التعرض للإجهاد شديد بنوبات هلع وإجهاد مستمر وقلق وخوف وكوابيس وكآبة وشعور بالعجز وتغيرات في عادات الأكل وسعوبات في النوم غيرها من الآثار اتراب ما بعد الصدمة والاكتئاب يعتبران من التداعيات الشائعة الطويلة لأمد على حياة الضحية وقد يقلس ذلك من مدة حياة الضحية غالبا ما تتجه ضحايا المضايقة على الإنترنت إلى الانتحار في محاولة يائسة لاستعادة الشعور بالأمان الذي فقدوه بعد المضايقة التي تعرضوا لها ترجمة نانسي قنقر